بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات النهاردة هناخد لوكلوب دي فوتوجراف يعني نادي المصورين وهنتعرف عليه حاجات كتير هنتكلم مع بعض فيها بازن الليه النهاردة طيب تعالوا نارو كلمات الدرس سريع عن كلمات عنوان درسينا بيقول بغلي دي كلمات اي دي سيزان يعني الحديث عن المناخ وفصول السنة هناخد كلمات زي كلمة ليزانيمان ليزانيمان انا انا باري فوتو ان اربر لطن لكالم لشانب لشيان اه انشيان اه اه لوكليما كلوب فوتو ودي زاغة وطبعا حناخد كلمة دي سا او ودي كلمة مؤنس طبعا كلمة او مية مش عارف محطوطة ليه هنا يلا نفروض دينا كلمة مؤنس اي تي ايفر طيب حناخد كلمات زي كلمة انسكت ونلاحز ان انسكت دي كلمة مزاكر لك اوبجي ارديو دي دي كلمة اللردن او رو دي کلمة دي كلمة دي كم terme او تيم دي احنا اوردين ه �ودو غرة اللي هي بمعنا مانو مدور طيب حناخد الكلمات للمؤنس آني كامرة adam sale cloشون stir كلايرا، فويل، فلور، فوتوغراف، فوتوغرافيا، جرنوية، جرنوية، مر، ناسونال اتی، ناتیور، وحانر، وده الكلام التلفل، مدد تنفوتو، فوتوغراف، لاج، سيزان سئلائي سائلائي 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 محلائي وهكذا سائلائي ذهبنا على them هستكشف كنت ان دوراس و و انظائي عقلي ماأ سائلائي مPE دوراس اتاليان جان متنان ميو نوار روج سي دي لها معاني كتير جدا طبعا. اه سي طبعا لو جه بعدها مباشرة فاعل يبقى ازا اولاو. اما لو جه بعدها فاصلة بتبقى الايجابة على السؤال المنفل هي معناها بالا. طبعا لو جه بعدها صيفة بيبقى معناها جدا. سبيسيال سيغ فاير. انونسي شرخي, شرخي, دي تزدي, امag失 إياتي ناجي بسطوبة استغментه هو تبعا لو جんだك لهم wheneverم لحل تعلمها للتımıja طبعا هنلاحظ هنا طبعا ان انا بغير حرف ال اي لجريج مع نوفو. هاحزف الحرفين الاخرى وحط اس اس ما حطش حاجة مع ال و ال. اما مع نوفو بتاخد النهات التقليدية بتاعتنا الى او الناس وزاد او الناس. تعالوا نحلوا التمريل تحت كده الكوكسونال. الكوكسونال دي اي حشرة. انسكت مش زهرة ولا هي شيء ولا حيوان. اونفا اولاك بنذهب للبحيرة عشان نعمل اي عشان نكره ولا نأتي ولا نقرأ ولا نعوم. طبعا نعوم. انا الطان في الخريف اوراق الاشجار بتكون. طبعا جون يا جون يا اورانج. يا جون يا اي. يا اورانج. اه ايا صفر اي برتعاني. طبعا كلمة مؤنس مصبوخة بما يبقى اخد يعني افضل اللي هي المؤنس اللي عندنا موجودة في الجامل. طبعا دي جامعة مؤنس مش هتنفع مذاكر مش هتنفع مذاكر اسبيسيال خاص مش هتنفع. انا عايز ما مؤنس يبقى كاميرا مؤنس صحيحة اما فتو فهي مذاكر وكمان مبدوها بحرف متحرك ودي اوردوناتير مذاكر ومبدوها بحرف متحرك وليفري طبعا معناها كتاب ومذكر. احنا بنقضي الاجازة مش بنقضيها في سري سري المجموعة ولا ما ايشي. اه ولا ولا المدرسة طبعا. اه بعد كده الفتري اه الفتري شو يعني الجو حار جدا الفتري شو الجو حار جدا امتى في الشتاء ولا في الصيف ولا في الخريف الربيع طبعا في الصيف. اه بقى دي تيست طبعا بكره الحشرات لانه في الاول كلمة بمعنى يع او كلمة بتدل على الاستياء او القرف يعني. ادور يعشة ويحب برفير دي كلها افعال بتدل على التفضيل. بصورة اللي قدامنا مكتوب جي مابير رومان و جي سيزون عندي ستتاشر سانة بحب الفوتوغرافية والجيوغرافية. اما هو بيكره اه في بعض الصور صورة لبعض الورود وصورة اخرى البحيرة وصورة لجرونوي ضوضعة. اه طبعا في التمرين هنا بيقول رومان عنده سيزون ستتاشر سانة. رومان بيكره ايه? فاحنا هنا طبعا الايفار الشتاء. رومان عنده طبعا ابا ريفوتو ما سيكا في ديه هو للتصوير. اه لو اه المادة المفضلة الرومان بتكون الجيوغرافية. رومان بيحب طبعا الفوتوغرافية اللي هو التصوير. اه الصورة رقم اتنين فيه طبعا جرونوي اللي هي ضوضعة. اه في المحادسة اللي قدامنا طبعا هو بيوريهم بعض الصور الموجودة في على الكمبيوتر عنده من خلال استماعها للنص طبعا هنحل التمرين الموجود. سيبرسون الاشخاص دول فين دول طبعا في السالون. الاشخاص دول فين في السالون. رومان بارلا فيك بيتكلم مع اساس يعني اخته ايه? والده. الموجودين في الصورة عندنا. اه طبعا بيقول سيغل على التابل على المائدة والترابيزة فيه يعني ايه? جهاز اللاب توب او اه كمبيوتر محمول. اه كلو طبعا بتكون اه اكو تيدو بجانب رومان. تيتو اسم كلب طبعا شيء وده موجود عندنا في الصور فوق فواضحة وصريحة او الحتة. ده طبعا نص الدرس في السالون بيقول لولو سالي رومان داخل بيقول سيما انا الابا اللو بانجور رومان او خطو الالتلو سالي ديو تيوان انتا جيميني. اللا هميني دي تاسوير دو كلوب فوتو. اي جانس دي بوغ مي مييور عوك مي مييور فوتو دولاني. جانس دي انا نمع يسي دي. عوك مي مييور فوتو بي افضل صور للعام بتاي. اللا هفوار فوار يعني وارينا بقى. انتظري. انا هابحس على الكمبيوتر بتاعي. هو في غرفتي. طبعا التعبير بتاع فوار يعني واريني. يلا خلينا شوف كده بصورة. طبعا الحوار ده حصل ما بين ثلاثة اشخاص. رومان بيوري الصور الى طبعا اخته ووالده. طيب بعد كده بنقوله رومان اه رومان ان سي دي افيك اه سيميار فوتو يعني رومان معا سي دي هاي بافضل الصور بتاعته. لو اردينتور ده رومان ايضان لاش عمبر طبعا الكمبيوتر موجود في الغرفة طبعا بتاعته. رومان عنده طبعا الدي في دي او الا سي دي. طبعا هي عنده سي دي مش دي في دي. داكو. سي دي مش دي في دي. مسجل عليها سوى. بعدين رومان فيها رومان جاي طبعا من كلوب دو فوتو او كلوب فوتو لو انادي ايه التصوير جاي منه. هانا في في القطع اللي قدامي بيقول او اللي بندو اللي باقانس اينا تزاف لاجازة رامي بيقول جي في يا حزي او الشراب ليس بكم في حت فيها ري او اللي بودات المحبوبة نيل يجولي افتشع مع ميكوزين انا بل عم أولاد دع همي. جو بوالي زهر في ههر البرنتان. means انا عارة الشجار في الربية. الغنيوائي دفادر. بذل ذهور الهجال والذيور والذيور. جوسف بيؤون جو بريفير الاير دان لدي زهر. انا وافتة لزهر وهو كنت أشعران على الأشعة, جمع لبعض المستخدمات DOWN, في أنت وشك أو غلط الإتقاط الصورة والحشارات وكسورة وكل كبال. لمن اسم البرهيم في المر أحضر للمر أحضر وهو كنت أحضر للمر، أنا أحضر للمرغة نحضر للمرغة تحديث في الزرق لأنني أحبب كم تحرين للنوح shedding وأحضر بمسارة وبعض مريضا على المرغة يعني انا بتنزى مع صديقي نادر على الشاطئ الاشخاص هؤلاء بتكلموا عن ايه عن الاجازة طبعا يوسف بيحب الذهاب او ديزار الى الصحراء اما الاكمبانيا في الريف فرامي جو افيك بيلعب معه زي ما قلنا بالظبط بالنسبة رامي بيلعب معه اولاد عامه اللي هي سيكوزا سيكوزا اما ابراهيم ادور لاناتاسيون ابراهيم بيعشى السباح حنحل السؤال التاني مكتوب الاسكاربيه بيكون ايه انسكت طبعا هناخد الاولانية انسكت حشرة احنا قلنا اسكاربيه يعني دعسوقه وبعدين بور الفو انا بري فوتو بور فوتو جرافيير عشان نصور يلزم قالت ايه تصوير الجملة اللي بعدها اوزو في حديقة الحيوان اون فالي زانيمون نرى ايه الحيوانات اللي بعدها كوند الفيشو عندما يكون الجو حار فطبعا على طول بنحب السباح اوبرنتون في الربيع طبعا هناخدها دي اخر واحدة في الربيع يوجد كثيرا من الزخو تعالوا نختار هنا لا جرانويه اللي هادو ضعها دي بتكون طبعا حيوان عندنا انيمال طيب مش شيء ولا جهاز ولا شخص اون لوسكار بي بتكون انسيكت حشرة لوسكار بي دي انسيكت حشرة طيب اون براندو فوتو احنا بناخد صور طبعا بالأباري فوتو لقالة التصوير مش بالراديو ولا الكمبيوتر ولا التلفزيون اوشان في الحقول يوجد طبعا فلوغ زهور طبعا في الحقول مش مية ولا حيوانات ولا بلاشات اون تيليز نحن نستخدم لكاميرابور الكاميرا عشان نعمل ايه عشان نعمل فيلم ايه نصور افلامي اه بعد كده عندنا بورفاغ دولانا تاسيون لممارسة السباحة انا بذهب الى البحر طبعا مش للريف ولا الجبل ولا الحاق اخر سؤال بيقول جانا باري فوتو انا عندي قليل تصوير يبقى انا بحب براندو فوتو التقط ايه صور التقط صور حناخد بقى الدرس الاولاني او محتوياتي لسان ا باردلير دي كليما دي سيزان يعني الحديث عن المناخ وفصول السانة حناخد بعض الكلمات الهامة لغ اربر او نم دي نيج او باردو حاطت لنا بعض الصور اللي ممكن احنا نستدير لبية تكملها للكلمات بو شو كلير كوفير دو دوس طبعا المعنس بتاعها الفي فرواء موفي موفي او رالمان بريفيري تعالوا ناخد الكولاغ الالوان طيب انا عايز اتعلم اوصف الطبيعة طيب انا حاوصف الطبيعة واقول عناصر الطبيعة الاول دون لسيال في السماء في سلي شمس في لين قمر في نياج الى الصحب دون لير في الهواء في لزوازو الطيور على الارض بقى في مير وريفير ولك بحر ونهر وبحيرة في ليزاربر الأشجار ارب العش بفلور الظهور منتاني الجبال كومبانيا الريف بلاج اللي هو الشاطئ عندي كمان الفري الغابة ديزاغ الصحراء وفولكان اللي هو البركان عشان اتكلم عن الطبيعة حقول جملة ناتير انا بحب الطبيعة السماء البحر الشمس صند زا ليمودو لاناتير بيكونوا عناصر من الطبيعة انا ما بحبش البركان هويتي بيكون تصوير الطبيعة طيب عشان نستعلم عن الطبيعة بقول كال زا ليمودو لاناتير تيام اي العناصر من الطبيعة انت بتحب او اقول له كال ليمودو اي عنصر او بوركوا ممكن اسأل اقول بوركوا تيام لاناتير لماذا تحب الطبيعة في الريف فالي بارسكيل يا ديكالم لانه يوجد في دوء وهواء ناقل طيب تعال نحل التمرين اللي تحت بيقول نقط كده يبقى في الالوان. انا عايز عنصر يبقى البركان. في الربيع بنرى طبعا الظهور او الورود. ما بنشوفش طبعا مطر ولا صحب ولا رياح. هالله حسينة طبعا في رقم ثلاثة اي عنصر من الطبيعة. مش من الجبل ولا من اللون ولا من الشاط. انت بتكره. البعدها بري دون لوسيال الشمس طبعا. لوسولي الشمس هي اللي بتشريخ في السماء. مش الطائر ولا الغابة ولا الهواء. دون لديزار في السحراء لا يوجد ريفيير ما فيش انهار طبعا. فيش حيوانات لا في حيوانات. فيش حشرات في حشرات ما فيش الشمس الشمس شغالة فل هناك. لزاني مومونج يعني الحيوانات بتاكل اللي بتاكل تلك ولا عشب ولا طبيعة ولا ارض بتاكل عشب طبعا الحشيش الاخضر. فصول السنة احنا عارفانها الشتاء وده طبعا بيبتدي في اتنين وعشرين ديسمبر والبرنتون الربيع وده في واحد وعشرين مارس والتي الصيف وده في اتنين وعشرين يونيا. اما الخريف اللي هو حيبتدي بازن الله اه باع اليومين الجايين دول اه حيبقى طبعا لو فانتور بقى آآ آآ سبت عمر. طبعا بداية ونهاية آآ الفصول بتختلف شوية. فاحيانا نلاقي الشتاء كده يعني ايه بس احنا غالبا بنمشوها واحد وعشرين. دكو. طبعا بتكلم على الفصول خد بالك ان فصول السنة بتصبق دايما بقون كل فصول السنة مع عدر ربيع طبعا بيصبق بقون. طبعا كل فصل من فصول السنة ليها الوان المحددة ولا بودة اراها كويس قوي. لهي الالوان اللي قدامنا دي ناخد بالنا منها. كويس ونقرأ لان الحتة دي مهمة قوي عندنا في الكتاب وحلوها في اي كتاب عندنا. بس يمكن كتاب جنيال ما عليكها بطريقة لزيزة قوي وكويسة. طيب عند الحديث عن فص السنة بصفة عامة بيصبق بلو. حسنا ما اقول لك تاي الصيف سيزون بريفري. ويصبق بلو برضو لو تجيه قبل فصول السنة فعلي من افعال الميون. انا بفضل او انا بحب فصول السنة. طبعا عند الحديث عن اللون السائد بصفة عامة. اه بحط قبل اللون وفي الحالة دي اللون بيبقى مفرد مذكر. اللون بيبقى مفرد ايه? مذكر زي ما انتم شايفين هنا هنا نوار طبعا في المسال اللي قدامنا. فناخد بالنا منه. حنقرى المواقف نقرى المواقف دي بعناية ونحل بقى الاسئلة مع بعض. اول حاجة طب جيه في اول الجملة يبقى حناخد له الربية. سيزون طبعا مؤنس. حناخد كل. لان سيزون هنا معناه فصل مفصول السنة ومؤنس. في الصيف السماء بتكون زرقاء طبعا. زرقاء. كلمة يعني ملبدة او مغطاة. في الشتاء يوجد. مطر فيه. الشتاء. يوجد مطر. طيب الخريف بيبتدي في شهر سبتمبر طبعا. احنا الايام دي المفروض الخريف حيبتدي بعد يومين تلاتة. طبعا كل فصول السنة بتصبق بقى مع دل زي ما قلنا مع دل الربيع بيصبق بقى. طيب في الشتاء في الشتاء بنارة. بنارة ايه بقى سولي ولا سيال بلوي ولا 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 نياج طبعا اه في الشتاء بنارة صحب طبعا. ما بنشوفش الاوراق الخضراء. كال انا عايز طبعا اي عنصر من الطبيعة تحبه انت. اللي بعدها طبعا هناخد على كومبانيا في الريف لا يوجد. ما فيش في الريف ايه? جبال. طيب يعني هوية او حب او شغف دي مؤنس فانا باخد لها ايه كلمة. هنحاول برضو نقرأ الصفحة دي كويس قوي لان فيها اسئلة جميلة جدا عن فصول السنة وعن الجو الى اخره. وطبعا ازاي اتكلم عن الطقس خد بالك ان الفي بيجي بعدها صفر. لكن لو كلمة بتدل عالطقس اي كلمة سيال السماء طوم بيجي بعدها يجي بعدها اي كلمة تدل عالطقس اي عنصر من عناصر الطبيعة اي عنصر بيدل عالجاو يبياخد بعده اما عندنا اليا واليا معناها يوجد طبعا وبيجي بعدها دايما اسم بس الاسم يكون مسبوك باداة التجزئة. يعني دو او دو ابوستر. اه اه في النفي. اما هنا بقى هيبقى دي ودولة ودولة ابوستر وفا احنا عارفينهم طبعا ادوات التجزئة. اه اي اسم بيجي بعده رزعت صف. لكن لو في اسماء ممكن يجي بعدها فاعل ما فيش مشكلة ما اقولي ايش السماء تشرق. اوراق الاشجار تسقط. الطيور تغرد. الرياح تهوب. يبقى اخد بالي من الافعال دي. طبعا احنا عندنا فعلينا اتكلمنا عنهم بالفروة ونجاق ودول ما بصرفوش اللي مع الضمير اللي فقط لا غير. طيب عشان استعلم طبعا بقول ما حالة الجو الى اخيره طبعا لوصف الجو عندنا بوصفه كل فصل له طبعا افعال بشتغل عليها وهي اللي قدامنا دي عندنا. طبعا عندنا هنا بيقولي هنضع ايه? واحنا اتكلمنا ان فيربا اتر بيجي قبله اسم او عنصر من عناصر الجو او كلمة بيدل على الطاقس. طيب اما لو لقينا فيه هيكون قبلها اكيد اللي وبعدها صف. الياء طبعا لابد يجي بعدها دي ودولا يعني اداة تجزئة. ماشي? طيب في الجملة الاولانية في يعني الجو ساي سيال هنا اسم يبقى يجي بعده اربا اتر. الياء عشان دي طبعا يوجد رياح. الفيه فرواد الجو بارد. الياء دي. اهي قدامنا. اه ساة اربر طبعا ده اسم حيجي بعده اربا اتر زائد اه صف. طيب هنا بقى بالنسبة لنا عايزين حال دي ما حالة الجو. ايهل شو هنا الا هي وصف خد بارد بفير. في الشتاء او فرانسا او ايهل ناجه. الجملة معناها كده مش هقول الفي بول جو جميل لو كان قال لي الفي فروات كنت انا خدته اهو شايفين اهو الفي فروات كنت انا خدته بس انا مش هاخد دي ليه لان انا متعود الفي الفي زائد صفة طب هنا بقى نيجي اهو انيج تسقط وسالجا والجملة معنى صحية لو سياء العنصر من عناصر الطاقس ياخد بعده يبقى ايه يبقى في الربيع الجو جميل هنا الربيع لو الربيع يكون فصل الظهور طيب هنا في الصيف اوراق الاشجار بتكون خضراء طبعا ليه عشان كلمة في دي جامع مؤنس في المساء احنا بنلعب طبعا هارفين طبعا بناخد دي ما يبقى بلها طب لو ما فيش او دي ناخد او يعني جد جو فيديو على طول مفيش او دي موجود اخد او اه فوتوغرافية لاناتير تصوير الطبيعة سي ما باسيون لان كلمة باسيون معناها هوية او شغف طبعا ودي مؤنس يبقى تاخد ما طيب انا في شتاء او في دوسكي وانا عارف ان فير بفير وانا خدته قبل كده ان فير بفير بيجي بعده اداة تجزيها مع الانشطة الرياضية والمواد الدراسية والهوايات والآلات الموسيقية حلاحظ طبعا لو سولاي بري يعني الشمس تشرق اني تفي الصيف الفي كالتون طبعا ده السؤال بتاع حالة الجو ايفير طبعا هاخد اون ايفير الشتاء ولا فيش شتاء فصل البرد الشتاء الشتاء انه مفصل بعده يبقى له اه قال له ابوستر ماخدش اون طب اين يا با لا يوجد طبعا لا يوجد اه طالما هنا نافي باخد دو او دو ابوستر انا في الصيف ايه اورانج السماء تكون اورانج ولا بلو زرقا في غلطات هنا او عشان برضو احنا بالحل نركز لان دي حلول لبعض الناس اللي اه بفضل لحده اه طيب يبقى ناخد بالنا قوي من الترجم طب تعالوا هنا التقس سيء والاوراق بتتساقط يبقى ده الخريفة على طول طيب اه الخريفة ومكتوبة فوق سيبكم المكتوب هنا ايه الفي في رواد الجو بارد ايه الناس يبقى على طول الشتاء يعني الجو بارد وتسقط وسلج طب الجو حر والشمس مشرقة يبقى في الصيف طب ايه الفيبو الجو جميل والاوراق اه والقل اسمها ايه ها الطيور تغرد يبقى دي على طول اوبرنتون في الربيع برضو نفس الكلام مكتوب تحت وفيه الاجابات قصاده مكتوب يعني الاطفال بيمار سوق العجل او بسوق العجل يبقى ده في الربيع عشان كلمة الجردان الاطفال هنا بيعملوا دوناج اللي هو راجل التلج اللي يبدا في الشتاء الاطفال بيذهبوا البيلاج يبدا في الصيف اما طبعا لو قلنا اوراق الاشجار تتساقط يبدأوا طن ما تنسوش الحرف والحرف ده بيبقى كسرة في الكلمة اما الحرف ايه فهو حرف اه كسرة بس طويلة شوي. هنا في الصفحة اللي قدامنا دي عبارة عن ساتيا سوى المواقف طبعا عندنا ناخد بالنا منها كويس ونقراها باعي نهاية. اذا نشوفوه مع بعض طبعا هنا بيقول بتسأل عن عناصر الطبيعة اللي هو بيفضلها هو هيقول لنا بفضل الطيور. بتسأل صديقك لماذا يزابي للشاطئ انا بروه عشان عوم. اه بتسأل صديقك متى اوراق الاشجار بتكون لونها اورانجي بدا في الاخريف. اه بتسأل صديقك الشتاء بيبتدي امتى فهو بيقول لك اتنين وعشرين ديسمبر اما بعد كده فبتقول اه انت تصف السماء اه في الشتاء فبتقول السماء ملبدة. انت بتسأل صديقك عن فصله فحتقول له عن هويته او حبه. انت بتسأل صديقك الفرنسي ان يصف ديكرير لطان عباري عن وصف الجاو باريس فبتقول له كالتان في تيلة باري يعني ما حالة الجاو في باريس. انت بتتحدث عن فاصلك المفضل فبتقول جا دوغ لبرنتان كاغل في بو جا دوغ لبرنتان. انا بقى شاء الربيع لان الجاو بيبقى جميل فيه. مرسي بورفو شكرا لكم واستنونا بازن له في الجزء التاني من الدرس ده نشرحوه مع بعض واستنونا في الحلقة الجاية.